مستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في وقع التجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدأهلية وقالت النيابة العامة أن هي حتعلن تفصيلات الوقع في بيان لاحق في حين انتهاء التحقيقات وكان أهالي قرية شبراء البهو التابعة لمدينة أجاب الدأهلية كانوا احتشدوا أمام مداخل قريتهم رافضين دفن طبيبة اتوفت بكورونا بمقابر أسرة زوجها بالقرية ودخشية من نقل العدوى وتم دفن الجثمان بعد تدخل الشرطة أما وزارة الداخلية فأعلنت أنه تم القبض على 23 شخص من قرية شبراء البهو أثناء محاولتهم منع إجراءات دفن سيدة اتوفت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بالدأهلية والوزارة قالت في بيان لها أنه قامت بالقبض على بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية شبراء البهو بمحافظة الدأهلية وده بعد ما حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفت بسبب فيروس كورونا استجابة للشائعات ودعوات التحريض واللي بتروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوة منع انتشار المرض وزارة الداخلية أكدت تصديها بكل حزم وحسم لأي محاولات لإطارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بالفيروس واللي بتتم وفقة ضعوبة المقررة من وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر